أصدرت أحزاب التحالف الوطني بيانا بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لليوم الوطني لذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية الثاني والعشرين من مايو المجيد عام الف وتسعمائة وتسعين وأكدت تحالف الوطني للأحزاب بأن وحدة الشعب اليمني أرضا وإنسانا كانت وستظل هي المرتكز الهام والرئيس للهوية الوطنية اليمنية وبأن التاريخ الاجتماعي والثقافي يؤكد واحدية الهوية اليمنية عبر كل العصور وبأن الدعوات السلالية والطائفية والمناطقية والعنصرية ليست سوى هويات دخيلة على الهوية الوطنية الواحدة وعلى النضال الوطني الواحد وهو ما أكده واقع اليوم في مقاومة أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا صفا واحدا في مواجهة مشروع الإمامة المدعوم من إيران كما أكد التحالف أن الحركة الوطنية اليمنية والتي احتضنتها مدينة عدم لمقاومة الإمامة والاستعمار قد عبرت عن ذلك التوجه الوطني على مستوى الوطن بكله وبأن الانتصار لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر من أبناء الوطن جميعا لم يكن إلا تعبيرا عن تلك الهوية المشتركة وهذا النضال يتواصل اليوم تحت قيادة الشرعية من العاصمة المؤقتة يؤكد واحدية الأهداف والمصير وتأكيدا لرفض التجزئة بين أبناء الوطن الواحد وسيستمر النضال حتى استعادة العاصمة صنعاء المختطفة من الميليشيا الإمامية المدعومة من إيران وأضاف البيان بأن الثاني والعشرين من مايو المجيد مثل يوما للحرية وضعت فيه حجر الأساس للتعددية السياسية والحزبية وفتحت فيه آفاق جديدة نحو الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير والتداول السلمي للسلطة وأكد تحالف الأحزاب بأن الأخطاء التي أفرزتها الصراعات السياسية لا يمكن تحميلها الوحدة أو المشروع الوطني وبأن معالجة تلك الأخطاء بما يحفظ لليمن وحدته وهويته الواحدة بات مسؤولية وطنية تعني كل الأحرار من أبناء اليمن ودع البيان كافة أحرار الوطن وقواه السياسية ومكوناته الاجتماعية والثقافية إلى توحيد الصفوف في اتجاه هدف واحد هو السعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وصولا إلى بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة وفق مخرجات الحوار الوطني الشهد مكانっちゃ في مستفجيز الصف